وينضم إلينا من البصرة الخبير بشؤون المياه على بدران. أستاذ علي أهلا بك. شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة. هل هناك تفصيلات عن مواصفات هذا السد؟ يعني كم من المياه العذبة يمكن أن يوفر؟ ما هي الجدوائية إنشاء هذا المشروع؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا السد ربما أنه كانت فكرة إنشاء تعود إلى سبعينات القرن الماضي. وبعض الدراسات التي موجودة عند الموارد المائية القديمة ترجع بها إلى ستينات. بل بعضها إلى الخمسينات من القرن الماضي. على اعتبار أنه في ذاك الوقت كان نفس المشكلة تحدث بالفصل الصيف. عندما كانت آلية تصريف المياه من السدود في عالي نهري دجل والفرات. يعني غير الموجودة حاليا في الوقت الحاضر. فكانت الذوب الثلوج بوقت يعني قد يكون وقت الذروة في أشهر الخامس الساد السابع الثامن. وبالتالي بعد أشهر التاسع والحد ما تسقط الأمطار كان ما يكون سيطرة. وبالتالي كان اللسان الملحي أيضا هو يدخل في شط العرب وتتملح مياه للشط. هذه طبعا فد نبذة تاريخية بسيطة. آخر دراسة لإنشاء السادية كانت طبعا أكيد سنة 79 من قبل شركة بول سيرفس البولونية. في وقتها واخترحت أنه يكون الساد في مكان تقريبا شمال مركز مدينة البصرة. عند منطقة الجزيرة المحمدية التي هي تقريبا الهارثة الآن. التي مباشرة بعد مركز البصرة. طبعا كل مكان إذا اخترح لإنشاء السادة أكيد هو بيه لازم مزايا. وطبعا أكيد بيه عيوب. أعتقد أن شط العرب بالأساس هو قناة ملاحية إرغائية. يعني الجانب الملاحي هو الذي قد يكون أهم بالوقت الحاضر. أنه لا يكون مثلا ساد خرساني أو غيره. هذه من جهة من جهة. ثانية ربما قبل تقريبا ثلاث سنوات. واجهنا أمطار وسيول كانت كبيرة جدا. لو لا أنه شط العرب نهر كبير وتصريفه عالي جدا. لما مثلا استوعب هذه الكميات الهائلة. يعني وصلت إلى 3000 متر مكعف في الثانية. وهذه طبعا كميات ممكن أنه تغرق مدن. لكن شط العرب استوعبها وصرفها إلى البحر. هناك بعض الأنواع التي هي اقترحات لإنشاء السد. بغض النظر على المواقع. ربما أنه حضراتكم تحدثت عن الموقع في أبوثلوس. على ذكر المواقع أستاذ. آسف لمقاطعتك. لأن الوقت ضيق شوي. رات تكثف الإجابة. فيما يخص المواقع. هناك معايير علمية يفترض أن تراعى في اختيار الموقع. وقرار اختيار الموقع هو قرار سيادي. أليس كذلك أم يجب أن تراعى الدول المتشاطئة مع العراق في الموضوع؟ طبعا هو يفترض أن يكون السد في منطقة داخل الحدود العراقية من الجانبين. ولذلك كان المقترح هو في منطقة أبوثلوس. لأعتبار أنه من الجهتين جانب عراقي شرقي وغربي. هذه من جهة. من جهة ثانية. عدم السيطرة على مياه نار الكارون ومياه البزل المالحة. لا يسقط الخيار في إقامة السد في راس البيشة. التي تبعد تقريبا أكثر من 40 و45 كيلومتر جنوبا. ونوع السد شركة بول سيرفز. شركة بوسكاليس الهولندي. اقترحت نوع من أنواع السدود اللي هو مستخدم عدم في هولندي. اللي هو بوابات حديدية ضخمة على شكل قوس. تفتح بالجانبين على الضفاة. وبالتالي يبقى شرطة العرب مجرى مفتوح بالكامل. أو تغلق. وبالتالي تمنع مياه اللسان الملحي بالميد. من الدخول إلى شرطة العرب. ما أعتقد هي هذه الخيارات. أكيد ستأخذ بنظر الاعتبار. ونستطيع أن نقول أن هذه الدراسة التي الآن أعلنت على الوزارة. هي الدراسة قد تكون خامسة أو السابعة لإنشاء السد على شرطة العرب. نعم. من البصراء الخبير في شؤون المياه. على بدران. شكرا جزيلا لك.